تخيل أن تعيش في بيت نصفه في دولة والنصف الآخر في دولة أخرى هل يعقل هذا؟ الجواب ليس فقط منزلا واحدا بل بلدة بأكملها يا سادة قصتنا اليوم عن بلدة بارو التي تقع على أغرب حدود مشتركة في العالم هذه البلدة مقسمة لجزئين جزء هولندي يسمى بارل ناسو وجزء بلجيكي يدعى بارل هيرتروك حيث يتشاركان الحدود بصورة فريدة تشكل المساحة الهولندية حوالي 75% لكن الطرف البلجيكي مكون من 22 جيبا صغيرا محاطا بالمباني الهولندية وتاريخ هذا التقسيم يعود إلى القرن الثاني عشر وما تلاها من فترات تأسست فيها الدولة البلجيكية وفي عام 59 أقرت محكمة العضل الدولية بملكية بلجيكا لبعض المباني وبموجب القرار اتفقت بلجيكا وهولندا على ترسيم الحدود بينهما مع تحديد أجزائها فكان لهولندا NL وبالجيكا P وعلى الرغم من القوانين والضرائب المختلفة والألسن المنوعة يعيش السكان بتعايش انتاب وتحاول البلديتان تنصيق العمل بينهما والطريف في الأمر هو وجود منزل شهي مقسم لجزئين وقد صرع تحديا في تحديد الجهة الإدارية له فاختار قاطنيه بلجيكا بسبب قلة الضرائب وأفضلية الخدمات الاجتماعية فهل يمكن تخيل الحياة على حدود معقدة كهذه؟ اشتركوا في القناة